من بين ردود الأفعال الدولية الأكثر أهمية حيال أحداث صنعاء الأخيرة التي انتهت بمقتل صالح على أيدي الحوثيين يأتي الموقف الروسي لافتاً في سياق هذه الأحداث التي تعصف باليمن وفي ضوء المستقبل الغامض للعاصمة صنعاء قررت روسيا تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية في صنعاء لأول مرة منذ سقوطها في انقلاب دبره المخلوع صالح ونفذته ميليشيا الحوثي وسانده الجيش والأمن ومؤسسات الدولة المرتبطة وصالح في سبتمبر 2014 المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أوضحت أن تعليق عمل البعثة الدبلوماسية الروسية بصنعاء جاء بسبب الظروف الحالية التي تعيشها صنعاء لكنها أكدت أن السفير الروسي سيباشر عمله مؤقتاً من مكتب في العاصمة السعودية الرياض إجراء فسره مراقبون بأنه يأتي في سياق التحسوب لتصاعد الأحداث العسكرية في العاصمة التي يحكم الحوثيون قبضاتهم العسكرية والأمنية عليها وسط أنباء تتحدث عن عملية عسكرية لاقتحام صنعاء بدعم من التحالف العربي لم يتقرر بعد موعدها منذ اليوم الأول للتدخل العسكري للتحالف العربي فتح المخلوع صالح قنوات اتصال نشط مع موسكو عبر سفارتها في صنعاء في مسعى للبحث عن دور روسي مؤثر في مسار الحرب لكن ذلك لم يحدث في ظل توازن المصالح التي يبدو أنها باتت عصية أمام التغيرات التي تمنها صالح نفسه في المواقف وفي المعادلات الدولية والإقليمية لم يبقى في صنعاء سوى البعثة الدبلوماسية الإيرانية التي تعمل خارج القواعد والأعراف الدبلوماسية وعلى أرضية محترقة تماما في وقت تتعرض فيه صنعاء لتجريف غير مسبوق للحياة السياسية لتتحول شيئا فشيئا إلى صحراء قاحلة من الحياة التي تتمتع بها أية عاصمة لبلد يعيش أوضاعا طبيعية وتوافقا سياسيا وتصالحا مجتمعيا اشتركوا في القناة